مبالغ الحزن والأسى شيعة الكويت مساء اليوم فارس العمل الجمركي إبراهيم عبدالله شاهين الغانم الذي وفته المنية قبل يومين في أحد مستشفيات ألمانيا بعد أربعين عاما من العمل الدؤوبي والمخلص قضاها ساهرا على أمن الوطن وقد شهدت مراسم التشريع حضورا لافتا لوداع الغانم بعد مسيرة حافلة تولى خلالها منصب مدير عام الجمارك واستحق عن جدارة لقب رجل الجمارك الأول في العالم عام 2005 من منظمة الجمارك العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية